أهلا بيكو في حلقة جديدة من برناتكو أنا الأصدقاء أنتوا حشتوني جدا جدا فوق ما تتخيلوا جدا يعني ويا رب برضو الحلقة دي تكون حلقة جميلة جدا وإحنا النهاردة هنكون ندخليني مكلمات وهنكون معنا ديفا كنزي وعم مباركات وهنعمل تجربة وإنوانتها الحلقة النهاردة يعني ابنك ابنك أهيعمل إيه في المستقبل وهو صغير زي سني كدا فأنا حشتكك جدا يا رب يعني الحلقة دي تكون حلوة قوي ويعني أنا عجب الحلقة دي تعجبكو قوي 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 وأنا بحبكو هنتلع فاصل نرجع تاني باي ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل يا رب يكون الفيلم أعجبكو ومعنا عم مباركات زكي عم مباركات الحمد لله أعمل إيه؟ يعني عارفة أحسسي الأكبار قاعد اللون الأورنج هداع الأورنج برضو ده مش أورنج ده بيج بيج؟ سألف ولي عليكم كل سنة وانتو طايبين وربنا يرحم موتانا وقش في مرضانا ويرضع عننا أجمعين وبنحبكو جدا 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 ودي الحلقة قبل الأخيرة من برنامج أنا والأصدقاء طيب أنا أسأل ورد سألها مباركات أحساسك إيه؟ في الحلقة القبل الأخيرة أنا أحسب أحساسي البلطرون الأورنج ده على الكورسي لا 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 أحساسك في الحلقة القبل الأخيرة إيه؟ أنت عايزة الحقيقة أو الصدق؟ لا الحقيقة ولا الصدق؟ الاتنين نيش والله الحقيقة الطبيعي يعني أن الواحد لما يكون مستمري في شيء بيبقى مبسوط دايما الواحد لما بيبقى مش عارف علم الغيب بساعات بيبقى قريح ليه وأفضل ليه لما لما تبقى عارف اللي أنت مثلا بتعمل مشوار وهايخلص بعد كم يوم أو بتاع أكيد بيبقى أحساس وحش وفي نفس الوقت أحساس فخر اللي أنت قاومت وحاولت ويعني حاولت اللي أنت تكمله ووصلت اللي أنت تعمل موسم كامل فأكيد أنا فرحان لكي ومبسوط لكي لأن أظن والله أعلم وبسم الله ما شاء الله والله ما لحسد أنت ورحيك أصغر طفلتين في مصر عملوا برامج وعلى الهوى والتزموا وقدموا موسم على أقل رحيك عملت حوالي تلات مواسم اتنين هنا تقريبا وواحد على القناة الثانية يعني فخر ونجاح الواحد يمكن أنتو مش هتحسوا بي دلوقتي لكن هيجي الوقت اللي هتحسوا يا إحنا كنا بنعمل برنامج يا جدعان أنا كنت مزيعة يعني حاجات كده ساعات برضو ودي نصيحة لكل الناس وانت فوسط الحاجة ما بتعرفش قمتها لأنك بتحس أن هي متاحة مباحة لما لما تبدأ تروح منك هتحس بالفرق وهتحس بالخسارة وربنا يعني ما يكتب على حد خسارة أو وجع أو أي حاجة بس هي الناس كده وهم البشر أغلبهم كده لما بقى في قديهم الحاجة بيحس أن كل حاجة متاحة وكل حاجة مباحة وانا أقدر وانا مش فريق معايا وانا وانا لما الحاجة تبدأ تروح منك هتبدأ ترجع للواقع هتبدأ ترجع للأصل وهترجع بقى الوقفتك على رجليك اللي قبل اللي انت كنت بتعمله فتلاقي نفسك بقى مبيل هل أنا كنت صح وضيعت من إيدي نعمة كبيرة ولا أنا كنت غلط يعني أحساس غريب آه طبعا أحساس غريب وعلى قد ما إذا ما أقولك على قد ما أنا فخور بك كويس على قد ما أنا متضاية برضو أنها يعني قبل الحلقة أحساس غريب وأحساس أن أنت متضاية وأحساس أن أنت فرحان أيها ما أقولك أنا فرحان عشانا إحنا الحمد لله قدرنا نكمل موسم مع العلم حصل مشاكل كتير وحصل وجع دماغ كتير وحصل لحد النهاردة كان فيه وجع دماغ خدت بالك وفيه عصبية وفيه مش عارف إيه وأنا داخل مثلا حد قال لي ما عادش بقى المود بقى المود عشان الحلقة ماشي المود يا سيد زي ما هو المود يعني هروح بين المود المود زي ما هو والله بس المشكلة في اللي جوه بقى اللي ما وراء المود اللي جوه عند القلب ده والحاجات دي فيه يا سيد دي تمام فيعني زي ما أنت شاك من ساعتما بدأ البرنامج ضغوطات تفاصيل مش عارف إيه الحلقة إيه التسويق إيه المشاهدة إيه ضيوف مين ليه فين إمتى موال ولكن إحنا الحمد لله الحمد لله طلعنا قده بدليل بدليل إحنا في الحلقة قبل الأخيرة الحمد لله يعني فهو حلو نعم فالنهاردة حضرتك ممكن تعتقد أنه غريبة شوية بس التجربة النهاردة أنا مش هجربها على حضرتك إيه ربها لحضرتك ما بلاش يا بنتي لسه جاب البلطلون جديد أصلي ما فيش حاجة البلطلون جديد بقولك ما تخافش ما فيش حاجة تحف وصك فيك وربنا يسر أوكي أول حاجة أنا أحتاج ميا ميا سقاة أو سخنة أيا كان أيوة وإزايزة كوبينة معلقة إيه هجربها فيك دي أنا مفهمتش الكلمة يعني حضرتك أنت اللي هتجربها أنا اللي أعملها يعني هتجربها يا دوء يعني أنا لما أعملها مش أنا لما بعمل مثلا تجرب مثلا مش أنا مثلا بحط أهزف أمي أجل مش عارف فاقه ما وأنا أحتاج إرفة أي إرفة أنا وحب الإرفة الصراحة أول حاجة أنا جبت ايه مبرح كان بالإرفة آآ أوكي آآ يعني نجيب ميا نحط شوية ميا طبع بالمّا تماما والله انا اشتريت حاجة ام برح كان مرسم عالها القرفة بس ايها مش عارف اريالبين? اريال مش اريال القرفة لا معروفش اه بسك شوية مية كوب من الماء اين اهه يا جماعة انا اشتريت ام برح كان فيه قرفة والله كان في حاجة مرسمها على رسمة القرفة كده طبعا احنا اللي جيبناه الاكل ازه وقتين انا نجيب شوية قرفة ماذا؟ نجيب القرفة هنا نحط شوية قرفة من فوق لا ننزلتش ليه لما جيه وقل في الشرحة هقولك نحط شوية قرفة هنا هل ننزلتش ليه؟ لا هنا أنتغفش نحن أقول شوية؟ لا يamattschaft جدا ضحويل عليك ضحويل عليك لا 저 عليك طرق نحن نبدأ اWeb نضح مجددا فهنا نضحها ح seguinte نحن نضح المشل لكن هنقف الشرحي لا إخوة تمسك فيه استنى استنى في حتة ما تعالى امسك الكوباية بقى عشان مش هتهول الكوباية هنجيبها هتحط صباق في الكوباية لا 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 وقال ليه صباق هيتبله ولا لا استنى بس اكيد هيتبله يعني همش نزل المياه في النص عادي حطه هنا كده كده انت معنا عم عزب في النص هم bowel بانطالون جديد أكسين بالله استنى بمتالون جديد أكسين بالله اهام ماشي بسم الله الرحمن الرحيم م consuming الله الرحمن الرحيم احط كله كله بسم الله الرحمن الرحمن استنى أنا والله عناية قدمe استنى السنتي انا الاعلب يعمله حاجات قصلة انا عملتها في البيت متخدري بسم الله الرحمن الرحيم الدخل صباق لجوه طلع صباعك طلع صباعك انتو والنبي هكذا صباعي صباعي عمل لي من جوه كده لا اله الا الله عارف عامل ازاي ايه صباعك تبلو ولا ربا الاخدعة دي صباعك تبلو صباعك تبلش جد قولي حقيق صباعك تبلو ولا لا اه بصوا شايفين ناشف اه اه ايوه ايوه ما تخافش ان انا مش هعمل فيها حاجة ايوه انا ما كنتش هجيب حاجة يعني تطيري وانا افضل الحلقة كلها كده لا حتوه هنا حتوه على التربيزة اه اه هتوه النبا هتوه النبا عام عزب دي اخرت اللي ما بيسمعش كلام ماما وبابا تسمع كلام ماما وبابا عشان ما يتعملش فيك كده ميش الله يصامحك طبين فعلا تقولي صباعك تبلو ولا لا لا مبسوطة ماشي انا بقى هه عشان مش هلا يتعمل فيها تجارب الله ما عشان انا ما عملتها انت ما كنت تصدقنيش ما صدق انا عمري كدبتك اصدقك بقى في الحلقة قبل اكدبك في الحلقة قبل الاخيرة يعني انا كنت عايزة اخليك تخف بصدق انا عمري كدبتك انا مش قصدي كده انا كنت عايزة ان حداتك تجربها يا ست انا مصدقك ما تجرب وانا مصدق انا ما قلتش ان انت مش مصدقني انا قلت ان انا عايزة اجربها عشان انت تشوف التجارب دي لي هلازم بشوف ما انا اللي بقول لي هلازم مين اللي مكلمك وقالك يا انا هنعمل تجربة الحلقة اللي جاية مش انا يبقى واسك فيك واسك في التجارب دايب.. لا ليش انا ما قلتش حاجة والله عايزة ان ما قلتش حاجة انا كنت عايزاجة طورها اتعمل فيها تجرب اقاش ارد لا ارد انا كنت عايزة وريك ان احنا محجرة بنتالون جديد بقولك تب عن المزلجة كنت تبساك وماتوصكش لأ بس لازم ان انا قلنا بلنتالون جديد بل لازم يقول 그�لي الناس يعرفة ان احنا جبنا بنتالون جديد يعني ولا ايه ولا احنا نجيبه ومنعملش لنفسنا منظرة على الفقر المنظرة مش حاجة حلوة بجد ليه مش حاجة حلوة لا بس كل الناس ماشيين بالمنظرة اقول لك انا اشتريت من جمالك سأني واحد اصلا الناس الناس اللي بيمنظرة ما يكونوش حلوين ما يكونوش كويسين انا اخسل ايدي بعد الحلقة يا جماعة ما تقولوش بلكم احنا التجربة دي حاجة برض اسمها صرف استانيشن زي التجربة كاكاو اي اذا فكرها اه الاثنين الباودر دول هما ما بيحبوش انهم ما بيتبلوش يعني ما بيتبلوش في المية انا من اول ما شفت القرفة فوق عرفت كده ان الدنيا في حيات كتير ما بيتبلوش في المية او اللبن بسرعة يعني بيتبلو بس بياخدوا وقت طيب هوللك الحقيقة بما ان انتي قلت المنظرة مش حالوة تمام احنا عايزين نسأل الناس عشان الحلقة بتاعتنا النهاردة انتو واسقين في عيالكم الحد فين زمان قالوا يعني كنت وانا في ابتداية قالك اللي اخترع الطيران ولو حد يعني شايف المعلومة غلط يقول لنا ايه الحقيقة قالك اللي اخترع الفكرة الطيران اصلا كانت جاية من واحد اسمه عباس ابن فرنيس عمل جناحات كده وطلع فوق جاس طيب معلش يا عمو ركوب بس هنطلع فوصل ويتفضل تكلم كميلامك وانا هكمل الشرح بتاعتك روبة عمل ايه؟ يعني هنطلع فوصل لما نرجع عن فوصل نو انكلم نبقى نكمل الشرح وحددك تكلمي الكلام وانجل اعمل بوئ واجهنا لكو تاني بعد الفوصل فا ينفعش اكمل كلام يا عمو ركو انا عايزة اتخنق الاول ليه؟ اكمل خنقت تي الاول ليه؟ معليش طيب ايف هتقولي حددك عايزة تتخنق ليه؟ هو كده هو البناء ادم كده هو البناء ادم لو ما تتخناش ما حد هتتخنق مع نفس وافه الدم المرأة وتخنق طيب انا بس اتخنق بس اتخنق ماشي دي حاجه اسمها سيرف استنشن يعني ايه؟ ان الباودر زي الكاكاو او الارفة يعني هما بيتبلو بس محتاجين وقت قبل ما يتبلو ويكونوا يعني اطاريين ليه بقع الارفة هي مش عايزة تتبلل فهي كونت طبقة لنا الهوا حوليها طبقة هذا المرأة العرفة هم ما بيعذوش وهم يتبلو أو يختصوا تحت فهوما بيكونوا طبقة من الهوا حوليهم ويعني بيعودوا إن الطبقة دي بطار شوية بعدها بتروح وما لما الطبقة دي بتروح هم بقى بيختصوا أنا إزعلان ليه والله إزعلان قلتلك لازمة نتخاني إنت شعزانة ما تخانيش ليه بس أنا إزعلان فالصرفيش تنشين دي بتعمل حاقتين وحاجة لنا قطع في الحلقة اللي بتاعت الكاكاو الحلقة دي أقولك بقى لازمة نتخاني ليه أولا ما شاء الله عليك أقولك لازمة نتخاني باشي جماعة هو عايزي تخاني عشان هو جايب بانطلون جديد وكاكاو فرفت عليه بس ما أنا طبعش أرفع مع أي إن كان يعني غير اللي أنا فاكر لأي شترت حاجة فيها أرفع ومش عارف الاتنين واحد الاتنين واحد وهو أقولك بقى أنا عايزي أتخاني اللي يبقى مانا الواحد زعلان زعلان قوي 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 يعني زعلان من جواه ومش عارف هل كمان أستحق إن أنا زعل ولا ما زعلش أكبر دي طب إنت زعلان ليه لإن أنا إحنا أولا أنا مش أغير الكون أكيد ومش أغير الدم بس بقى فيه كمة لا مبالاة في البشر غير طبعية يعني مثلا إيه طبيعي إن أنا بأهزر مع طفل أهزر واتحك وحياتي بقى فيها جانب من الهزار هزار ولعب وأوكي تمام بس لما تبقى الحياة كلها تفهى في بعض الأشخاص لما تبقى الحياة كلها مسخرة في كلام فارغ وتفهات وحاجات غريبة كده يعني أنا زعلان إن فيه ناس كبيرة وعيال مراهكين ووي ووي مش حاسين بالدنيا ومش حاسين بالحياة ومش حاسين بدورهم اجتماعيا يعني أنا اللي مخليني متمسك بشوية الأطفال بتوعي الجمال دول لأن أنا عايزة أعمل منهم حاجة الناس طالعة أنا مش قادرة استوعى بإيه اللي بيحصل في البلد وفي الكون مفيش حاجة والمشكلة أنا مفيش حاجة مفيش أي حاجة يعني ما عندناش حاجة نقدمها لنفسنا ولدنا ما عندهمش حاجة يقدموها يعني شوفوا أنت تعبتي عشان تفكري عشان تعملي تجربة عشان انت بتشتغل على نفسك انت عايزة توصلي لحاجة انت ولدك وصلوا لإيه؟ اسأل نفسك السؤال ده انت بناتك بيوصلوا لإيه؟ أنا زعلان لأن احنا ما نعرفش حاجة في أي حاجة يعني ما عندناش ما عندناش برضو والله ولا في ولا عندنا ما عندناش ومفيش زعلان لأن الناس سايب عيالها تعال يا ابني انت بتعمل إيه في حياتك اسألوا اسألها انت بتعمل إيه في حياتك بتفرج على التليفون لو ما بيعملوا في حياتهم الم الشباب شوف الشباب في الشارع والعيال في الشارع العيال أعرف انت أصلا ممكن تقول له لو قلتوا اسمك يقولك توتو كارسة كارسة ده احنا داخلين في ده احنا في الكارسة نفسها يا سيد الفاضل يا جماعة تكلموا مع عيالكم شوفوا العيال تقدر تعمل إيه وشجعوه من هما يعملوه احنا ما عندناش مخترعين ما عندناش مخترعين أطفال انتم متخيلين اللي احنا فيه ما عندناش عيال صغيرة كده علامات مفيش علامات مفيش علامات خالص مفيش طفل عجوبة في مصر مفيش طفل عامل حاجة في مصر كده نتكلم ونقول آخر عشر سنين مفيش حاجة في ايه في مصر؟ لا مفيش حاجة والله انا بتكلم على الأطفال لا مليش دوا بقى ايه حاجة تانية الناس سابع يلا بتطلع كده يعني بص هو كده قل واشرب ونام واطلع بقى ازا ما تطلع بقى انا مال انا مش خلفتك وبقى اكلوك وبشربوك وبديك المدرسة ابيع نفسي عشانك ولا اعمل ايه انا مش فاك بحس انهم بيعملهم على الكل لا اوه مش كده هو ايه ما شاء الله هو يبيع نفسه عشان ابنه او بنته انا عايز اقولك على حاجة اخويا اتنين وعشرين سنة الناس بتلعب بدماغه ودي كارثة وهو عايز مثلا يبقى كويس فاللي حواليه مش هيساعدونه هو يبقى كويس فبيساعدونه هو مش كويس بمعلوماتهم الغلط بكلامهم في الدين الغلط بمش اعرف القصص الغلط يا جماعة لا ما ينفعش احنا نقدر نبقى احسن من كده بكتير ونقدر نلحق عيالنا انا انا مش مصلح اجتماعي ودي مش شغلتي ومش اغير كون بس انا بنصحك صح وانا بننصح دورنا اللي احنا ننصح لما عيالك حواليك وشيف ولدك يقدر يعملوا في حياتهم وما مش يعيشوا ياكلوا يشربوا يناموا وخلاص حسنا هو مش احنا يعني زي الناس لما حد يقول لك حاجة سواء غلط او صحة ما تصدقوش على طول شنو ممكن يقول لك حاجة غلط فلو عندك حد مثلا انت تعرفه اكبر منك باباك مامتك اخوك اختك اي حد اسأله قلوا معلومة دي صحة او غلط لكن مش تصدق اي حد كده لما يقولك مثلا كذا 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 مش تصدقوا لا انت لازم تروح تسأل حد كبير عشان تعرف المعلومة دي صحة او غلط عشان فيه معلومات ممكن حد بيقولها لك وهتكون غلط صح صح و انا انا مكنتش باقتنع بان يقولك مانش عندنا فاصل ونرجع تاني اوك باي ورجع للك تاني بعد الفاصل ومعنا عمو بركاته كنزي بصي عمو بركاته كنزي تحس كأن الاسم ايه متركب مزبوط عملة ايه الحمد الله اخبارك ايه كلتي ايه ازاكي كنزي حمد الله كلتي ايه اصبكو مع بعضكو براحتك لا عادي لا بس يا امو براكم براحتك انا براحتك يعني الشاين فاتحك بك براحتك اقوم يعني وليه لا براحتك اللي انت عايزه جد والنبي بس هيكت عايزة انا اقوم لا اقلتلي انا فكرة عيال بقى ملاكش ادعو امت لا الفكرة الفكرة بس يا جماعة يعني اه خلاص خلاص بقى خلاص بقى ايه مالها مصر تغيرت للفترة الاخيرة ايه متقولش كده ميش عشان اصلا ده مش حقية لو بجلده مش حقية على فكرة صدقوها يا جماعة مفيش طفل بيجدب غير مرتين لو عايز مصلحة ولو عايز فلوس ايه انا بقى بيجدب عادي زكي يا كنزي كنزي اللي بوزتلي انا حالة قبل كده انا اقوله نجيبك بقى عشان ايه نتخاني على الهواء اخبارك ايه ايه ده امو هنتكلم مش شفيف امو برفت انت سألتها ازايك وعمل ايه وكلت ايه اربع خمس مرات بقول يعنيش انت بقى عادة بس احزك بتعدل على الاستاذ بتاعها وعالهواء قدامي الناس والناس اللي بتفرج علينا طيب انا مش عايز اتخانق ولا انا عايز اتخانق مصلحة مصلحة بس مصلحة كده موقفة طيب ماذا اسأل كنزي سؤال بس الفضال يا ستة امو ايه اللي خليك يا كنزي عايز تطلع معنا في البرنامج سؤال انا كان نفسها مصل سؤال لا سؤال انت في متيني غلط انا بسألك سؤال ايه اللي خليك عايز تطلع معنا في البرنامج امو 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 او او ايو اكيد تو يا مثل انت قدر تعملنا مشهد مصغر صغير صغير جدا اتفضل اتفضل ايه لا انت اللي هتفضل ايه اقول ايه انت تقدر تعملي مشهد تمسيجي عمسيجي عارفة مشهد لأي حد تقدر تمسيلي؟ اي حاجة شوفتها على التلفزيني عجبتك مثلا عايزة تمسيليها انت محروجة؟ من يوم اني جيبلك مانجا؟ محروجة؟ لا ما تكسفيش بها ده انت كل اصحابك دلوقتي بفراجوا عليك بقى وشوفي بقى طبعا انت اول مرة تطلعي ببرنينج صح؟ فعش كده انت متاخدة شوي لا احنا اصحاب احنا مش كنا بلنا اصدر قبل الحلقة وكتبت دنيا كويسة عادي بصي بصي سيب نفسي خالص ما تكسفيش اه عادي بصي عادي طب اقولك على فكرة حلوة ليه عايزة تمسيلي؟ كل ده؟ ده انت بقى معباية من الدان ده طيب سؤال ثاني انت امت عرفت ان انت حب تمسيلي وعايز تمسيلي؟ انت عندك كم سنة بصي بصيلي وعاتي اتحك بصي امنا صغيرة ما انت صغيرة برضو على فكرة صغيرة وامر عايزة تبقى اصغر من كده ليه؟ طيب امو بركات حضراك تبقى تمسل؟ لا اه ايه انت بقى تسؤال ايه؟ طرف تمسل ما في حد هنا كب نمسل انا بمسل قدام الكاميرات بس طيب ما ديه كاميرا والله الاحراك ده ما عايزة هي يعني؟ تمسل؟ شج كمزي تشوف مثلا تاخد مثلا تشوف مثلا طرف تمسل ازاي؟ ماشي حلو ولو مثلت حلو انا اديك عشر ون عشر لا ما تدي لعشر ايه احسن عشر ون عشر طيب طيب بصي الممثل انا هقول لها معلومات الاول بعد كده ممكن اعمل لها ماشي تمام؟ الممثل او اللي عايزة يبقى ممثل او اللي بيسعى ان هو يكون ممثل او اللي نفسه يكون ممثل التمثيل ده مهوبة كبيرة اوى 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 محدش بيعرف يجيب اخرها لان اللي هيوصل لاخرها هيوصل لمرحلة الجد يعني ايه الجد؟ يعني في نقطة كده في النهاية لو اتخطاها يبقى ده الجد وده الطبيعي بتاع البناء ادم مش التمثيل فكده كان محدش بيوصل لاخر مستوى التمثيل واخر الطريق بتاعه من حيث الامكانيات والقدرات واللي تقدر تقدم كويس؟ ببساطة ممثل بيعيش حالة معينة بيحاول يمثلها على الناس او يقنع الناس بيها يعني انا اقنع الناس مثلا انا طيار فلازم دوري كممثل اقنع الناس اللي انا طيار انت مثلا عايزة تقنع الناس اللي انت طفلة شريرة فيبقى دورك حسب الدور اللي انت بتعمليه في الفيلم او المسلسل تقنع الناس اللي انت شريرة باسلوبك بقى وبطريقتك وبكلامك وبرخمتك وبشقوتك وبكل الكلام ده فاهم اقصدي؟ فانت على قد ما تقدر يكونك اللي انت تحاولي تمثلي او تحاولي تصغيري نفسك كممثلة ده محتاج منك تمثيل بزكاء فانت مثلا دلوقتي اكيد اكيد عملت حاجة في حياتك اكيد عملت حاجة في حياتك مثلت فيها طيب كان ذي انت مثلت في فيلم قبل كده؟ لا انا اقول مرة اطلع لا مش برنامج فيلم يعني مثلت في مسرحية في كلاب في فيلم قصير في اي حاجة؟ خالص تفكري طيب رحت بروبه قبل كده فيها تمثيل مثلا يعني التدريب التدريب او طيب حلوة عملت ايه؟ طيب ايه دربت اللي انا اتكلم من السيح طيب من فتقولي لي حاجة مثلا من الجمل اللي انت قلتها مثلا جملة مثلا او جملتين يعني عملت ايه في التدريب يا تورا مثلا هو كان بيسألني اللي انا او كان بيقول لي مثلا كلمة وانا اردتها له طيب انت فاهمة فاكرة فاكرة كلمة دي؟ او طيب من فتقوليها لي؟ اللي هو مثلا واحد في الشارع وانا ما دي فو زي ما كان واحد بيعاكسك وبيديكي كارت انا عامله ايه؟ هتعملي ايه بقى يا تورا؟ هتعملي ايه؟ هتعملي ايه؟ احطي قدير رمي الفشة على طول كده؟ طيب ليه؟ يعني تعملي رمي الفشة طيب ليه؟ انا ما انكلمتيش خالص؟ اه يعني رمي تهالي فشة ما انكلمتيش خالص؟ لا زي ما انبسط له كله بألف ورمي تهيله طيب كان قلب ايه بقى الرسالة من الموضوع ده يعني كنت عايزة توصل للناس ايه؟ طيب انا هقولك على فكرة حالو كان احساسك ايه وانتي حد مثلا بيحاول يديكي حاجة وانتي خدتها ورمي تهالي في قشة؟ اهه في المروفة يعني دي اللي عملتها او كده كان احساسك ايه ما تخافيش وانتي مش عايزة كتكسفي فعزة كتخافي اكنك عادي اقلي قدام ما صارا ان حد قلتك او حد ما صار على فكرة سمان من مية وخمسون سنة كده قبل ما تولد كنت لما بطلع في التلفزيون بأتلك بجعلك ايه تابعا مبركة تماثو منتا؟ لا انا انا اخلاها تعمل حيكة لا اعجيني اعجيني تشوفك ايه لا سيبت مني انا انا نجم من الفطرة تمام؟ ايه اصعب أو أغرب بالنسبة لك أنت أغرب موقف شفته في حياتك وقلت إيه اللي بيحصل ده مثلا أو الودة كدابة أو البنتي ديك كدابة يعني إيه أكتر موقف شفته في حياتك كده دايق أو حسنتي أنه غريب مثلا أكيد حياتك فيها حاجات كتير صح طيب ما تحكي بقى طيب قولي أي حاجة قولي أي حاجة ما تكتوليها بس طيب مع أن صحابك ممكن بيتفرجوا عليك أريد أن تقول لهم أي طيب أريد أن تقول لهم حاجة كده بس قولنا أسميهم بردو فمساعدا يعني من صحابك قولنا أريد أن تقول لهم إيه وأسميهم أول واحدة رضينا أول واحدة اسمع جنب بس في الكبرت كنت بتقولي رضينا و جنب واحدة بردك سمعه هنا مميشي كده عندك ثلاثة أصحاب أفتكرون كل منا ده بما يبصي بعد الحلقة يأكلوك في تاني في سامة 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 في جنة خمسة أصحابك كتير ما شاء الله قوي بانت أصحابك مين أقرب صاحبة لك بقى اللي هي أنتمتك قوي رضينا رضينا مين رضينا عارفة رضينا عندها كم سنة؟ قادي عندها تسعة بجد؟ المهم من اللي أنت تبقى عارفة صاحبتك دي عندها كم سنة؟ بحبت قولي ما إيه بقى؟ بصي كم نفتك كده وقل لهم أنت تحبت قولي إيه؟ لما إيه؟ قولي أي حاجة لهم بحب بحبكو وحشتوني أي حاجة من الحاجات دي بحبهم لأ بصي لهم بقول لهم أنت بتبقى بحبهم كده كانت بحبهم يلا يا عم مش فضيح مش خل بعده يلا بحبكو طيب إيه أكتر موقف رضينا عملت معيك بسط كفر راحك؟ كنت حبال أنا فعيد ملاقي كذا مرة فعيد ملاقي بجبلها دي طيب بصي الكاميرا وأنت بتبقى الكامده شكريها بقى مفردت قولي لها شكرا وبعدين أنت بتجبلها الشهاديات أنت كمان ولا إيه؟ لا بجبلها طيب شكرا اللي بجبلها دي بتعمل لي حاجة سكيشيب بتبسطني اللي مبسوطة حل طيب وبقى إيه زمايلك بقى أخبرهم إيه في العديات؟ نعم رأي أكتر واحدة بتجيب لي هي رضينا وجنة بردك يبقى دورها كده أكتر اتنين قريبين منك أو يعني ايه؟ معاك في أي حاجة؟ أو صح كده؟ طب أنت بتحبيهم قوي 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 زما هم بيحبوك كده وبتعملهم معهم حاجات حلوة وبتجيب لهم حاجات فعيد ملادهم وكده أو أنت بتاخدي بس زي إيه؟ لا بأي أخد بدي أيوا كده حاجة كده أخد واحد يعني بصي لو فيه أي حاجة جواك عايزة تقوليها مثلا أنت هين تكتسبيش قوليها لا أنا عايزة تقال السؤال مهمة يعني متفضل أتي عارفة المدرسين بتوقتها؟ أه مين أكتر مدرس بتحبيه أو مدرسة وليه؟ ميس راوية ليه بقى؟ أنا أكتر ميس إحنا إينا معي وبتعلمني إزاي بقى؟ يا ترى أولين يعني إحنا إينا معك فاهميني النقطة دي؟ لما بدأت يعني عملت إيه عشان تباني إحنا إينا معك؟ لما أنت واسم بدايق إيه هبتعمل معك إيه ما فيهم؟ حاجاتك شيء بتعمل معي وليلي منهم تسعة؟ اه اتنين خبس اتنين أو ثلاثة قويه قويه يا شخايفة يعني مثلا إيه اللي عملت معيك إن يتشهفتني إحنا يا أحنا إينا؟ ألينا حاجة هي من أجل؟ هكذا حاجة بالنسبة ان��ت commerce انا سياد الوقتي حاو بيتعلمك بقى ازاي؟ أنا أكتر واحد بتجل إنا بتجل إني تعمل إيش مع المباركات؟ انت عاري أن اقول لك؟ لا والقلبي فين بالزبط في الجسم اه شمال اهو قولي اه معلش الحلقة خلصت لا انا اقوم تباش كله والله اقوم والله اقوم انت بقى اختمي الحلقة واختمي مع كنزنا ايش شغلانة دي انا مش عارفة تان سوا ربا انطلوم بس عشان جديد عيون مع ازنك طيب انت كنت تبارحون ان انت ثلاثة مانا النهارده في الحلقة اه طيب اوكي اه بنا نشوفكم الحلقة الجاية ويا رب تكون الحلقة دي عجبتكم وكنزي بنتها عجبتك الحلقة دي يلا باي اهلا باي باي